بحث وزير البترول طريق الملة مع وزير الطاقة والتعدين الكندية براين جين سبول تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والهايدروجين الأخضر واستكشاف وإنتاج النفط والغازة وخلال اللقاء أعرب الملة عن تقديره لالتزام الشركات الكندية تجه قطاع البترول وسروة المعدنية المصرية وحرص شركاء مصر من الشركات الكندية على التوسع في أنشطتها في السوق المصرية واستعرض اللقاء جهود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين بما يحقق لاستغلال الأمثل للفرص الواعدة للبحث عن الذهب والخامات التعدينية المختلفة